أهلا بكم مشاهدينا بدأت الصراعات بين أرمينيا وأذريبيتجان عقب استقلالهما عن روسيا يوم الثامن والعشرين من مايو من عام الف وتسعمائة وثمانية عشر فدخلتا في نزاعات إقليمية حول الأراضي التي ترى كل منهما أنها ملك لها تاريخيا وعرقيا وأهمها إقليم ناجورني كرباخ اشتعلت هذه الصراعات مباشرة بعد الإعلان عن تفكك الاتحاد السوفيتي عام واحد وتسعين تسعمائة وألف مسفرة عن حروب دامية بين البلدين خلفت أكثر من ثلاثين ألف قتيل من الأذريين والأرمين ومئات الآلاف من السكان النازحين قبل أن يحسمها الأرمين لصالحهم مما تسبب في أزمة سياسية كبيرة امتدت لأكثر من قرن تتجسد أسباب الصراع بين الجارتين التي تقعان بين أوروبا الشرقية وأسيا الغربية حول منطقة انفصالية تعرف باسم ناجورني كرباخ وتحاول كل منهما بسط سيطرتها على الإقليم الذي ظل لعقود طويلة مسرحا للتنافس على النفوذ بين المسيحيين الأرمين والمسلمين الترك والفرس هذه المنطقة الجبلية التي تبلغ مساحتها نحو أربعة ألاف وأربعمائة كيلومتر مربع وتسكنها أغلبية عرقية أرمينية محلية لطالما كانت تشكل جزءا من أذريبيتجان السوفيتية لكن عام سبعة وثمانين تسعمائة وألف أطلق سكان الأرمين على هذا الإقليم حملات تطالب بالانفصال عن أذريبيتجان والانضمام في الوقت نفسه إلى ألمينيا وأعقبت هذه الصراعات العديد من الوساطات الدولية والمحاولات التي قامت بها مجموعة مينيسك والتي أنشئت خصيصا عام 92 تسعمائة وألف لحل هذا النزاع الإقليمي وتكونت من سبعة عشرة دولة برئاسة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة ومن جانب آخر يعد إغلاق ممر لاتشين من طرف أذريبيتجان أحد أكثر أسباب استمرار هذه الأزمة بين الأرمين والأذريين بعد تبريه الطريق البرية الوحيدة الذي يمنح أرمينيا الوصول المباشر إلى كارباخ من جهة ومن جهة أخرى أدى قرار إغلاق الممر إلى قطع المساعدات الأساسية بشكل تام عن المنطقة التي يسكنها نحو 120 ألف شخص مما بات يهدد بوقوع كارثة إنسانية بعد حرمان سكان الإقليم من الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى يتجدد صراع الجارتين في كل مرة على حدود ناغورني كارباخ المعترف به جزءا من جمهورية أذريبيتجان من قبل المجتمع الدولي وفقا لأحكام القانون الدولية وسط تبادل مستمر للاتهامات إذ أعلنت أرمينيا في أكثر من مرة عن قصف أذريبيتجان بعض مواقعها العسكرية متهمة إياها بمحاولة التقدم داخل أراضيها في وقت تشير فيه أذريبيتجان إلى قيام أرمينيا بقصف أحد مواقع جيشها بقذائف من العيار الثقيلة في أسابع والعشرين من سبتمبر من عام 2020 اندلعت الحرب مرة أخرى بين الطرفين والسمرت نحو ستة أسابيع حققت فيها القوات الأذرية تقدما عسكريا كبيرا ووصلت إلى حدود عاصمة الإقليم سيبانا كيريت قبل أن تتوقف مرة أخرى بعد توقيع اتفاقنا يوم العاشر من نوفمبر من عام 2020 في سبتمبر من عام 2023 شنت باكو عملية عسكرية في إقليمينا جورني كارباخ خلفت مقتل ما لا يقل عن مائتي شخص وإصابة مئات الآخرين وقدم الصراع بين البلدين الجارين ما يزيد على مائة عام وخلفت الحروب بينهما خسائر بشرية مهمة ولم تجد الوساطة الدولية نفعا في وضع حد للصراع بين البلدين إذ اعتبرت جهود جميع الأطراف المتداخلة فيه بغير المحايدة وتخضع بشكل كبير ليعامل العلاقات التاريخية والاقتصادية والعسكرية التي تربطها بالمنطقة هذا كل ما لدينا مشاهدين شكرا لكم على المتابعة